يقصدون من الساينس يثبت وجود حياةٍ أخرى بعد الموت الإجراء الرابع هو أن نلغي من قاموسنا قسمة العلم والإيمان المبنية على وهم إمكان الفصل بينهما هذه القسمة إخواني تحمل في ثناياها ثلاث مشاكل أولاً توهم أن العلم محصور بالعلم التجريبي مع إهمال ما يثبت بالعقل أو النقل الصحيح يعني الدليل الخبري مع أن هذه أيضاً علوم ثانياً توهم أن العلم التجريبي يقوم مستقلاً عن مولدات المعرفة في منهج الإقرار بالخالقية ثالثاً توهم الإيمان وكأنه خيار عاطفي واعتباطي بلا حجة ولا برهان هذه الأوهام هي التي تنتج لنا أقوالاً مثل بإمكانك أن تؤمن إيماناً دينياً بما تشاء لكن لا تخلط ذلك بالعلم فالإيمان له منطقته التي يعمل فيها والعلم له منطقته طبعاً عبارة مليئة بالمغالطات وكذلك قولهم الساينس لا يتعارض مع الإيمان فمع أننا نقول هذه العبارة دفاعاً عن إيماننا إلا أنها عبارة تهزل بشدة طبيعة العلاقة فكانك تقول فروع الشجرة لا تتعارض مع جذورها بل ولا يكفي في بيان العلاقة أن تقول أن الإيمان يشجع على العلم التجريبي فالمسألة أعمق من ذلك بكثير فمنطلقات الساينس يعني العلم التجريبي كلها من منهج الخالقية والذي هو في أمامنا